السلام عليكم ورحمة الله أنا إياد الرضوان من صفحة أحلى مواقف شطرنج وقناة أحلى مواقف شطرنج في يوتيوب رح نعرض اليوم فيديو نعرض في الحصاد اليومي لأولمبياد باتومي عام 2018 خليكن معنا أبرز نتائج اليوم الجولة الخامسة فوز المنتخب منتخب أزربيجان على أرمينيا كان نجم اللقاء مامدير يوف حيث فاز على أرنيان دور قوي جدا وفي أخده رد كتير كذلك فوز بولندا بولندا الفريق الظهر بمستوى رائع بالبطولة متذكر فوزه على المنتخب القوي المنتخب الروسي والآن فوز على المنتخب الفرنسي كذلك فوز منتخب التشيك على منتخب الصيني ألمانيا بتفوز على مولدافا وأوكرانيا بتفوز على إسبانيا والفريق الهندي بفوز على فريق البرغوي وكذلك المنتخب الأمريكي اتعادل أما بالنسبة للمنتخبات العربية فمصر بتحقق فوز صعب كتير فوز رائع فوز مستحق باللحظات الأخيرة حيث أنه تعادل أحمد عدلي فاز أحمد عدلي بعدما كان دور متجه للتعادل فاز أحمد عدلي باللحظات الأخيرة وحول تعادل منتخب المصري مع الأرجنتين لفوز أما المنتخب الجزائري فبفوز على إسلوفينيا والمنتخب اللبناني بفوز على الفلبين المنتخب المغربي بتعادل مع زمبابوي والمنتخب العراقي باكتساح دايلاند والمنتخب الإمارات بفوز على أندورا والسودان باكتساح أريتيريا وفوز سهل للمنتخب الفلسطيني على جزور هايتي أما المنتخب السوري فبرباح على جزيرة سويزيلاند والفريق الليبي بفوز على جورنسي والفريق الكويتي بفوز على جزر العزراء وفريق عمان بفوز على قويانا أما المنتخبات العربية اللي خسرت اليوم فهي اليمن والأردن وتونس قطر السعودية والبحرين أما تزويج الجولة الساد سيفاء أزربيجان رح يتواجه للشيك أوكرانيا ضرب بولندا الولايات المتحدة ضرب البوسنة والهرسك الصين ضرب إيران الهند ضرب روسيا بمباراة قوية فرنسا وإنجلترا هولندا ضرب المنتخب الجورجي التالت باعتبار أنه هو مستضيف كرواتيا والنرويج أما المباريات العربية فمصر رح تواجه سلوفاكيا الجزائر ضرب إيرلندا العراق ضرب هونج كونج لبنان ضرب لوكسنبورغ الإمارات رح تواجه جنوب أفريقيا المغرب بالتسوانة السودان واليمن طاجكستان وقطر سوريا رح تواجه الأردن تونس برتوريكا عمان ضرب نامبيا الكويت وقبروس أما الترتيب لحد هاي اللحظة فائز أربيجان الأول بعشر نقاط طبعا عشر نقاط لأنه الفائز نقطتين والمتعادل بياخد نقطة واحدة بولندا أيضا بعشرة لتشيك بعشرة أوكرانيا بعشرة والمنتخب الأمريكي بتسع نقاط أما ترتيب الفراء العربية المنتخب المصري هو الأول بثمين نقاط بنتيجة ممتازة بأربع انتصارات من أصل خمسة الجزائر سبع نقاط العراق ست نقاط لبنان ست نقاط المغرب خمس نقاط والمنتخب السوري أربع نقاط هذا كل شيء مبدئيا لليوم رح نحلل الأدوار ونشوف شوفي أدوار جميلة شوفي مواقف جميلة لنعرضها بكرة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله ونلتقي مجددا